طيب ايه وظيف الكبد بقى? ايه وظيف الكبد اللي لما يجالي تلايف كبد حتختل تعملي مشكلة رقم واحد ان الكبد يتعلق بالتمثيل الغذائي للجولوكوز اي للسكريات الكبد هو العضو المسؤول عن التمثيل الغذائي يعني ايه؟ كلمة دي بتسمعه كتير جدا يقول لك التمثيل الغذائي للبروتينات التمثيل الغذائي للدهون التمثيل الغذائي للسكريات التمثيل الغذائي للمياه بتمثل ازاي؟ يعني انا كلت لقمة اللقمة دي اخرها ايه؟ دهض دهض انا كلت حتة عيش نزلت في الامعاء اثرت عليها مواد كتير جدا لما طلعت منها مواد تانية دهض لكن المادة اللي طلعت من العيش دي اسمها جولوكوز دهض دخلت الدم معاملة الجسم لهذه المادة اسمه تمثيل الغذائي معاملة الجسم لهذه المادة تمثيل الغذائي زي بالظبط كانت حتة لحمة تهضم الى تاك 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 تا في المادة اللي هي اتحضمت وبقت أحادية يعني حاجة مش معقولة حمطص في الدم عيش ولا مكرونة ولا روز لازم يتداشلش 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 لما تبقى مادة سهلة الدخول إلى الدم اللي هي الجولوكوز فالكبد مسؤول عن التمثيل الغذائي للجولوكوز لو هتشوفه وتقوله سبحان الله والله الجولوكوز اللي عيش نزل في الأمعاء اتهضم بقى جولوكوز دخل على الدم فين على الدم؟ على الكبد على الكبد عدل الكبد يسأل الدم محتاج جولوكوز؟ يقوله اهه يقوله طب تفضل خد الجولوكوز حيسأل لو الجسم حيسأل الكبد محتاج جولوكوز يقوله لا مش محتاج الراجل ده عنده جولوكوز كافي يروح محول الجولوكوز لمادة تانية تخزن في الكبد يحوله لمادة تانية خالص اسمها جلايكوجين تخزن في الكبد ليه؟ لوقت عوزة لوقت عوزة هو انا حافظة لأكل هرطول طب انا جايزة صوم لما صوم حيحصل ايه؟ الجولوكوز حيوط يوط طب انا موت لا الكبد عندي ريزير عندي ريزير بيروح مطلع الجلايكوجين مغيره تانية جولوكوز يقوله خد واضح؟ يبقى رقم واحد الجولوكوز الكبد بيعمل له ايه؟ ياخده اول ما تمتصه ويسأل الدم محتاج جولوكوز؟ اه اخده مش محتاج؟ طب خليك عندي خليك عندي ليه؟ لوقت عوزة لو انا صومت ونزل الجولوكوز اديك الحقك من الجولوكوز عشان كده في ناس كتير جدا مصاب تلايه في كبد ما عندوش الحكاية دي ما عندوش لو كان حاجة حلوة او جولوكوز او كربوهدري او نشويات او اي حاجة هتروح عالكبد ما يعملش كتر ما يعملش الحركة دي يروح داخل دغري عالدم وتقوم تيجي تحلله الدم بعد الاكل تلاقي السكر عالي ويعتقد خطأا انه مريض سكر لا انت مش مريض سكر انت معرفتش تشغل كبدك بحيس يحيش السكر فالسكر يخش عالدم ودغري يعلى تعالى بقى وهو صايم وهو صايم مش قادر يعمل حركة تانية الحركة تانية اللي هي تكسير المادة دي الى جولوكوز تاني تمام يبت سكر ويوطى جدا 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 يبقى تشخيص تلاقيه في كبد بتحليه سكر صايم واطي جدا بعد الاكل عالي جدا لانه لا قادر يديني وانا صايم ولا قادر يخزن لي وانا واكل يعني فضحني من ناحية السكر هنا بنقف واقفة كبيرة جدا مع بعض المرضى الذي يقعد يحب يقوح يحب يقوح في ناس كده مش عارف ربنا خلقها بتحب الاعتراض والمقوحة ويقول كلام فارغ نيجي في رمضان يا عم الحج انت ممنوع من الصيام زي زي تمنع من الصيام يا عم الحج كبدك وحش لو صمت كبدك ما فيهوش المادة اللي تديك سكر لما يوطى في دمك ممكن يجي لك غيبوبة وممكن تتعب جدا وا 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 وتفضل تقنعه وده مش ممكن يقتنع مرضى تلاقيه في الكبد مش اي واحد اللي الدكتور يقول له ما تصومش ما تصومش خالص كان عندي واحد في رمضان اللي فات ده يقول يعني انت هتعرف اكتر من ربنا بتقوله حشا الله حشا الله انا بتقول كلمة زي دي ليه قال وان تصوموا خيرا لكم ربنا قال كده قال له اي ربنا قال ان تصوموا خيرا لكم بس كمل اي كمل اي ان كنتم تعلمون تعلمون ان الصيام خيرا لكم مش هيدرك مش هيدرك مهربنا قال ولا تقربوا الصلاة بس كملها وانتم سكارة فالاية دي فيها علم علم يعني تسأل واحد انت متعرفش وانت صوموا خيرا لكم ان كنتم بتعلمون ما فيها تعلمون يبقى فيها علم يبقى نسأل واحد من العلماء انا صوم خيرا ليا ولا مش خيرا ليا علشان كده يعني هنقول له ايه ده كده اشتركوا في القناة